وفي باب الإصلاحات أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي موافقة وزارة المالية على استحداث 2350 درجة وظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل والبكالوريوس في الوزارة وأقل أن حصة وزارة الزراعة هي الأعلى وتشمل الاختصاصات في كليات الهدسة الزراعية والبيضرة من حملة الشهادات العليا إذ كانت لهم الحظ والأكبر في التعيين لحاجة الوزارة لتخصصاتهم وزير الزراعة ينتظر صدور أوامر مجلس الخدمة الاتحادي ليتم تنسيب المعينين الجدد في أقسام ودوائر الوزارة المختلفة ومباشرة عملهم